كفي معكم مشاهدين عبر شاشة العالم سوريا وبرنامج دامسكو المونتي سوري ومنهجية التعلم عبر اللعب موضوع حديثنا بهي الفقرة مع ضيفتنا يلي قررت تبدأ مشروع الخاص لتأمين متطلبات مهمة جدا لتعزيز هاي الطريقة بالتعلم والتعليم نعم بشار رح نترك المجال لضيفتنا تخبرنا اكتر عن ما هي مشروع أهلا وسهلا فيك مدربة المونتي سوري وفا على الدين حيمور أهلا وسهلا فيك معنا لليوم يعني موضوع المونتي سوري له مدرسة كاملة إذا بدنا نقول وتاريخ بموضوع التعلم عن طريق اللعب اليوم انتشار المونتي سوري بسوريا تخبرنا اكتر عن مدى انتشار هاي الطريقة وهي المنهجية بالتعليم يسعد اوقاتكم وشكرا كتير لقناة العالم سوريا اللي اتاحت الفرصة لنتكلم اكتر عن منهج المونتي سوري ومدى فعاليته وانتشاره وتطبيقه اللذيذ جدا والممتع جدا بالنسبة للأطفال أهلا وسهلا فيك اليوم مثل ما حكينا يعني وسألنا موضوع انتشار آلية أو منهجية المونتي سوري بسوريا اداش الى فعالية واداش الى انتشار وتطبيق فعلي على الارض الواقع فعاليا نحن من الدول جدا متأخرة بادخال منهج المونتي سوري لتعلم الاطفال رياض الاطفال بس بالدول الاخرى هو منتشر جدا وفعال جدا ومنظم بطريقة انه رياض الاطفال كله تستخدم منهج المونتي سوري في التعليم نحن اليوم اكثر تعليما هي المدارس الخاصة او رياض الاطفال الخاصة هي اكثر انتشارا المونتي سوري فيني اولفيا بيعملوا قاعات خاصة بالاركان بيقدموا منهج المونتي سوري بس هل ياتوا اللي عم بيطبق بالشكل الصحيح ام لا نحن هون نقطتنا تماما وعم بيطبق بالشكل الصحيح او لا فعاليا نحن ما عنا لسه الكوادر المؤهلة بشكل جيد واللي حاصلين على شهادات المونتي سوري لا يقدروا يستخدموا هاي الطريقة فاغلب رياض الاطفال عم تستخدمها كطريقة لعب وليس لعب هادف يعني مو من حيث ادخال المعلومات للاطفال او اعطاء المعلومة بشكل جيد عم بتكون هي حصة نشاط عم بيدخلوا الاطفال على قاعة الاركان عم بيستخدموا الادوات التربوية كالعاب كنشاط حر كلعب حر مو لفكرة ادخال المعلومة او لتسليط الضوء على فكرة معينة للاطفال فنحن في عنا قاعات مونتي سوري وعنا قاعات مونتي سوري مجهزة بطريقة مخيفة خليني إليك لأن الأدوات هي باهظة الثمان جميلة جدا قاعات المونتي سوري جذابة للاطفال وبتخلي الاطفال يستمتعوا بالتعليم ينجزب للون يمكن ينجزب للون للشكل ألوانة خاصياتة أشكالة طريقة توضع على الرفوف كلها تتجذب الاطفال لتعلم شو هي الوسائل الموجودة عنها بس يعني للأسف معنا لسا الكوادر المخصصة لحتى تقدر التطبق المونتي سوري بشكل جيد قد يتوافق هذا الاسلوب من التعلم مع المناهج المتبعة بمدارسنا؟ بصراحة أنا من آخر تقريبا ثلاث سنوات اطلعت على المناهج الجديدة الدراسية هي كلها مناهج تفاعلية بصراحة المنهج جدا رائع هلأ بنسمع انتقادات كتير كبيرة على مناهجنا لأنه الأهل ما بيعرفوا خاصية هاي المنهج يعني أنا كأهل مثلا موجودة بضمن بيتي عم يجي طفلي عم بيشتكي مثلا من كثرة المعلومات أو من نوعية المعلومات إجباري هأطلع مثلا ممكن اكتب بوست على السوشال ميديا ممكن اطلع من المنبر خاص احكي انه هاي المناهج غير معدة بشكل جيد ولكن فعليا أنا عن جد بحيي وزارة التربية لأنه المناهج فيها معلومات جدا مهمة هلأ هي معلومات نوعية ما هي بكثرة المعلومات ولكن في معلومات نوعية عم تقدم للأطفال للأسف مدرسينا برجعب والمرة ثانية هننا اللي مالهم معدين اعداد جيد لتقديم هاي المناهج ولكن المناهج رائعة بيستخدم فيها طريقة المونتسوري بكل المراحل العمرية نحن الفكرة اللي اخذينا العالم عن المونتسوري انه هي مخصصة فقط لرياض الأطفال ولكن المونتسوري هو منهج دراسي وتعليمي وتربوي يعني حتى الام بقلب البيت بتقدر تطبقه مع أطفاله لحديت عمره لـ 18 سنة فأنا ممكن صف رابع صف خامس مثلا جداول الضرب والقسمة التجارب العلمية أنا كلها بقدر دخلها منهج المونتسوري هلأ في عنا عوائق أكيد لحتى ما عم نقدر نطبق منهج المونتسوري كما يجب هو عدم توافر الوسائل التعليمية الجيدة يعني اليوم نحن منعرف بظل ويضا نمكن هاي تندرج ضمن متطلبات تطبيق المونتسوري ضمن المناهج التعليمية والصفوف المخصصة لهذا النوع طبعا أكيد هلأ نحن اليوم في عنا بظل الظروف الراهنة اللي موجودين نحن فيها كبلد نعرف أنه كتير استيراد الأشياء من برية عم بيكون باهظة ثمن وعم بيكون صعب يعني حتى عم تطول كتير الشحنات لحتى تقدر توصل من الخارج وأسعار المواد جدا مكلفة وجدا غالية فاليوم ما عم تتناسب بالصراحة أقصات المدرسية مع المتطلبات لأنجاح المشروع المدرسي هلأ عم بحكي أنا على المدارس الحكومية اللي هي تعليم فيها مجاني ما بتقدر الدولة أنه تأمن بكل قاعة أو بكل صف هالمجموعة من الوسائل ومع هيك نحن في عنا غرف للوسائل بس المدرسين هلأ هو ممكن كسال هو ممكن اجتهاد شخصي من البعض بعضهم بيستخدمها بعضهم لا بس المدارس الخاصة بالأغلب لأنه أقصاتها تتناسب مع قيمة الأدوات عم تقدر توفر هاي الأدوات إذا بدنا نحكي عن مشروعك كيف كانت البداية؟ بداية أنا خريجة رياض أطفال حصلة على دبلوم التأهيل التربوي وأيضا ماجستير بحثي في التربية كنت مدرسة في عدة مدارس في دمشق وموجهات تربوية كانت البداية انطلاقا من حاجة المدارس لهي الوسائل التعليمية من قلة توفر المعلمات الكفو حتى يقودوا العملية التربوية بشكل جيد فحصلت على دبلوم المونتسوري من أكاديمية نمك للطفولة المبكرة بكندا أونلاين وعملت بعد منها تي أو تي وتم اعتمادي كمدربة مونتسوري من البورد الألماني من هون طلعت فكرة مشروع إعداد مدربات المونتسوري بشكل جيد والحمد لله من 2015 لغاية اليوم تم تخريج دفعة كبيرة من مدربات المونتسوري اللي هلأ صاروا ما شاء الله عنهم مشهورين متفاعلات قدروا كمان يدربوا مدربات بشكل كتير كبير ومعظمهم اتجه إلى التدريس ما بقدر أوصف لكم فرحتي لما بشوف منشوراتهم على الفيسبوك وطرق المونتسوري اللي عم بتتبعوها بالمدارس أنا هون بس حابة كمان أشكر أهالي مدينة يبرود والقلمون بشكل عام لأنهم احتضنوا مادة المونتسوري وعملوا مركز تدريبي خاص بالمونتسوري أغلب المدرسات اللي كانوا عنا بمدينة يبرود اتجهوا على المدارس الحكومية أنا فخورة فيهم فخر كتير كبير لأنه عم شوف نتيجة ثمرات الدورات التدريبية بالمدارس الحكومية بيبرود والطرق التفاعلية اللي عم يأدموها تماما أستاذة يعني من خلال تجربة حضرتك يعني قداش مهم الشخص يطلع بمشروع يكون حاسس بقيمة هذا المشروع أو بنقص يعني اليوم حضرتك بديتي مشروعك بعد سنوات من العمل وسنوات من اكتشاف أنه أنا بحاجة يوظف هاي الأداة لوصل الفكرة للطفل لوصل الفكرة لشريحة معينة من الأطفال اليوم قديش هاي النقطة ضرورية بخلال مسيرة أو مشروع حضرتك أنا بقول الشغف يعني بس يكون الشغف موجود عند أي إنسان بيقدر أنه يبحث عن الأشياء اللي ناقصته ليكمل حلمه أنا دائما بقول لهم ياها حتى للصبايا أو للأمهات اللي بينتسبوا معنا بالدوريات ما توقفي حلمك حاولي دائما حتى لو كانت خطواتك بطيئة يعني أنا اللي بيعرفني بيعرف أنه أنا صلي سنوات أو بعض طويل في مجال التدريب بس ما عملت شي على أرض الواقع لحتى كنت متأكدة من خطواتي اليوم نحن صار في عنا هجمة كتير كبيرة بالتربية في عنا وعي جدا عالي من الأهل للأشياء أو الأخطاء التربوية اللي عم بتكون موجودة فاليوم نحن في عنا نواقص بس إذا أنا عرفت حدد أهدافي وعرفت أرسم خطواتي بشكل جيد ممكن يكون خطوات بطيئة ولكنها مستمرة المهم الواحد ما يوقف المهم أنه يظل مستمر لحتى يحصل على أكبر نتيجة ممكنة أكيد هلأ بالنسبة للفئة المستهدفة من الأطفال بالنسبة لهذه الوسائل التعليمية تمام هلأ بداية ننطلق مشروع مونتي سوري ستارز للكتب التفاعلية كان هدفه أننا نعمل وسائل تعليمية بسيطة قماشية نقدر نوصل فيها الأفكار البسيطة لأي أم موجودة ضمن المنزل نبعد الأطفال عن الإدمان الإلكتروني نبعدهم عن الأجهزة الذكية عن البلاي ستيشن وعن هدول الأصاص فنوجدت فكرة الكتب التفاعلية لحتى تقدر تخصص من وقت الفراغ الموجود عند الأطفال وقت فراغ هادف يقدر يتعلم منه مهارة معينة نشاط معين ويزيد من مهاراته انطلق مشروع مونتي سوري ستارز والحمد لله كان ملاقي بخطواته البسيطة أشخاص كتير مآمنين فيه وبيقدراته بعد منها بعد ما لقينا نجاح بالوسائل القماشية فكرنا بأنه ليه ما نعمل وسائل خشبية هاي الوسائل الخشبية تكون بأسعار يعني كتير منافسة لأسعار الأدوات المستوردة وبكواليتي جدا عالية طبعا هون طلعت فكرة المعتصم كيدز اللي هي للوسائل الخشبية وقدرنا ندمج مونتي سوري ستارز مع المعتصم كيدز لنقدر نقدم هاي النوعية من الوسائل تماما اليوم طريقة تحضير الأدوات أو الوسائل بما يخص المونتي سوري تخبرنا شوية تفاصيل عنها كيف يتم تحضيرها يعني شايفين كمان معك اليوم شوية تفاصيل هلأ تخبرنا عنهم كيف يتم تحضيرها تمام هلأ بداية نحن فريق معاد إعداد جيد لرسم الوسائل على الكمبيوتر ولا آليات التنفيذ طبعا تاخد وقت كتحضير جدا لأنه أنا مثلا أنا علي تخطيط الفكرة التربوية يعني أنا ما عندي ولا وسيلة تطلع بدون ما يكون فيها هدف تعليمي تربوي بنفس الوقت تكون ممتعة للأطفال ويقدروا أن يعيدوا من استخدامها أكثر من مرة لا تتكرر المعلومة بشكل جيد ولا يحفظها بدون ملل يعني نحن دائما نعرف التكرار هو مفيد للأطفال ولكن التكرار ممكن يسبب ملل عند الأطفال فكانت قائمة فكرة الوسائل التعليمية على فكرة أنه يعيد استخدامها يقدر يستخدمها أكثر من طفل لأنه نعرف كمان أنه كمان تكلف تمانا قليلة فمستحيل الأم أنه تقدر تجيبها لطفل واحد فهي لازم تكون تشاركية إن كانت بالقاعة الصفية أو إن كانت ضمن المنزل فبيقدروا يستخدموها أكثر من مرة الهدف مثل ما لكم شايفين قدامي في عنا مثلا وسائل خاصة بالعلوم يلي بتحكي مثلا هنا أنا دامجة فيها فكرتين اللي هي فكرة الخطوط وفكرة أيضا الحيوانات التي تتكاثر بالبيود يعني الأطفال هون ممكن تتعرف على الحيوانات التي تتكاثر بالبيود طبعا شكل البيود الموجودة فيها هي لتعليم الأطفال نوعية الخط وتقدروا يقدر الطفل يعرف الخط المنحني من الخط المنكسر وأيضا لا يعرف الحيوانات التي تتكاثر بالبيود ونحن عنا كمان شغلة بالمونتسوري كتير حلوة أنه منعرف الطفل على دورة حياة هذه الحيوانات كيفية ولادة هذه الحيوانات فمنحكي عن كل واحدة من الحيوانات الموجودة قدامنا كدورة حياة وأنه بتتكاثر بالبيود أم بتتكاثر بالثديات هذا الآلب اللي ماسكتي ممكن نعرف أي فئة عمرية بيستهدف تمام هلأ بداية نحن لأنه أطفالنا ما تربوا بمنهج المونتسوري فنحن ممكن أن ندخلها حتى على الصفوف الابتدائي يعني هاي معلومات نحن منسميها بالمونتسوري مادة الثقافة يلي تثري ثقافة الطفل لأنه نحن للأسف جننا لا يقرأ فهو ما عنده كم من المعلومات هلأ ممكن تسأليه على أي شيء يخص الرياضة يخص الأغاني يخص الطرب تلاقي في عندهم معلومات من اهتماماتهم ولكن معلومات الثقافية اللي ممكن تثري فكرهم تثري حوارهم لغتهم ما لموجودة عندهم فهي الوسيلة مستخدمة أو نحن ممكن نقدمها للأطفال من عمره ثلاث سنوات لحتى عمره 18 سنة يعني تعالوا نجيب أي طفل مثلا أو أي شاب عمره 16-17 سنة نسأله عن خصائص هذول الحيوانات كيف تتكاثر ممكن ما يكون يعرف أنه تتكاثر بالبيض أو الثديات لأنه منهجنا مثري بهذه المعلومات ولكن ممكن ما يعرف شو الخطوات أو كيف تتكاثر أو كيف يتكاثر هذا الحيوان صحيح يعني دائما أنا رجعتيني هلأ شوية لصفوفي اللي كان بعد موجودين كان على المبدأ المونتسوري أو ما أعرف إذا هي كانت أساسا المونتسوري هلن المصنوعين من الفلين من الأسفنج الأسفنج تماما هلأ أرجعك شوية ذكريات رجعنا للمراحل الأولى بالتعليم كمان شايفين قوالب أخرى تتعلق بالتعليم ولبدي أسألك من نفس الوقت اللي بينما تحضر حضرتك الأطعال الثانية اليوم ممكن ندخل لغة بخلال المونتسوري أو نحن نعتمد على الأشكال فقط أو على الألوان مثلا بشكل عام أنا دائما أحاول أن يدخل لغتين بكل الوسائل الموجودة عندنا هو نحن إن شاء الله نطمح أن يكون في عنا كمان ندخل لغة فرنسية بقلب الأدوات ولكن فعليا نحن نستخدم لغة الإنجليزية واللغة العربية فهون مثلا هاي القالب أو هاي الوسيلة الموجودة عندي هي قاريات العالم يلي كمان تعتبر من الثقافة وتعتبر من أساسيات التعليم كل قارة موجودة اسمها باللغة العربية واللغة الإنجليزية تستخدم للغتين وبالتعلم الطفل طبعا أكيد لازم يعرف هو بأي قارة موجود تعداد القارات من هي أكبر قارة والمعلومات الجغرافية البسيطة يلي ممكن نعطيها للأطفال والمعلومات الجغرافية الأكثر قيمة للأطفال يهدن أكبر منهم تماما تماما ملاحظين هون في ألوان كل قارة في لون معين تمام هاي مشان الدلالة؟ هاي مشان الدلالات لحتى الطفل يحفظون ما تكون كلاياتها لون خشبي باهت ما تلفت انتباه الأطفال ولحتى يقدر يحفظ توضعهم وكل قارة وين ممكن تجي قدام القارة الأخرى وبنفس الوقت شوي أغدة من طبيعة كل قارة مثلا نحن نعرف أن أستراليا مليئة بالغابات فعملنا لون أخضر مثلا أمريكا الشمالية كان فيها الهنود الحمر فعملناها لون أحمر وهكذا مثلا آسيا فيها الصحراء العربية الكبرى فعملناها بالأصفر وحاولنا يقدر الإمكان أن نجيب الأشياء اللي هي معلومات جغرافية ونضيفها لقلب القالب أو لقلب الوسيلة المستخدمة تماما اليوم رح نروح لشوي التكاليف أو نحكي عن شوي التكاليف الفرق بينه وبين الأطاع المستوردة أداش في فرق بين مشروع حضرتك بين الأطاع المستوردة عم تحاولي توفرين اليوم في ظروف معينة عم نمرأ فيها وتدعيات الاقتصادية على الجميع أداش في الجانب المادي أو التكلفة المادية عم تلعب دور بداية نحن الوسائل المستخدمة كلها هي خشبية فنحن أغلب الواحل خشبية بتجي مستوردة طبعا تكاليف القص وتكاليف التصميم هي اللي عم بتكون أقل من تكاليف القدع المستوردة وكمان في عنا الشي اللي نحن شايلينه منها هي الشحن يعني نحن كمان لنقدر نحصل على الوسائل المستخدمة بدن نجيب الشحنات من الخارج طبعا درنا أنا أول مرة بأعلن عن المشروع هو عبر شاشتكم نحن لهلأ ما عملنا لسه طبعا نحن أخدنا الموافقات اللازمة السجل التجاري اللازم لهلأ ما عملنا تغليف حتى للقطع لأنه عم نحاول نمشي خطوات صحيحة يعني تكون البداية المشروع هي بداية صحيحة عم نحاول حتى نلاقي تغليف غير مكلف بالنسبة للأهل يعني عم نفكر بأكياس قماشية يقدروا الأهل يحفظوا فيها الأدوات لحتى ما نرجع مثلا تنشأ العلبة أو ما يقدروا يحافظوا عليها أو يتتلف فنحن نحاول قدر الإمكان نوفر هذه الأشياء بالنسبة للأهل بالنسبة للتكاليف أكيد في مقارنة كتير كبيرة بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية نحن نحكي عن عملتنا المحلية قد ما كان بصراحة اللي بطالع لبرها وشايف بيعرف قدي الفرق يعني نحن هلأ ممكن نشتكي شوي من الغلاء الاقتصادي لأنه نحن ما كنا عايشين بظروفه ولكن فعليا نحن لليوم الدولة الأقل تكلفة كعيشة مواطن بالنسبة للدول الأخرى فالأسعار مناسبة للجميع غير مكلفة مناسبة لرياض الأطفال بقدروا حتى يحصلوا على أكتر من قطعة لحتى يثروا المكان التعليمي بالنسبة لأهل تحكينا عن مشاريعك المستقبلية لوين حاب يكون تطمحي توصلي أنا بتمنى أنا بعطي دورات أونلاين حتى مع خارج البلد الحمد لله قدرت أسس اسم حلو خلال هذه السنوات البسيطة لأنه طبعا بقارنة بالعظماء وبعلماء علم التربية هو شيء لا يذكر ولكن أنا عندي شغف للطفولة لا ينتهي بتمنى أنه يكون بيوم من الأيام في منصة خاصة نقدر نحكي فيها عن المشاكل الأسرية عن الاضطرابات النفسية عند الأطفال نتمنى أنه نقدر نثري جانب التربوي بالنسبة للأمهات اليوم نحن كاستشاريين أطفال كتير منلاقي أمهات بحاجة مشورة أو بحاجة أي نصيحة تربوية لتقدر تمشي فيها مع أطفالها هذا الشي ينم على وعي كتير عالي من قبل كانت خلص أنا بربي مثل ما تربيت مثل ما ربتني أمي والمجتمع عندي اليوم لا أنا صرت آمن أنه في عندي قدرات مختلفة للأطفال بتمنى أنه يكون في منصات تربوية معنية بهذا الأمر بتمنى أقدر حقق هيك شي بيوم من الأيام مراكز تعليمية جيدة للأطفال إن شاء الله الخطوات والأحلام لا تنتهي إن شاء الله طول ما نحن موجودين وطول ما نحن على قيد الحياة بنقدر نحقق كل أحلامنا شكرا لإلك إن شاء الله كل التوفيق بمشروعك القادم ونورتينا اليوم يعطيك الخافية شكرا لقناتكم الجميلة جدا شكرا لقناتكم شكرا لقناتكم شكرا لقناتكم شكرا لقناتكم